لا يزال الموقف الحكومي تجاه الضربات العسكرية التي تنفذ داخل أراضي العراق بحجة ملاحقة عناصر مسلحة ضبابيا ومتناقضا في الوقت نفسه فحكومة السوداني لا تزال تتخذ موقفا محايدا من القضايا التي تمس أمن وحدود البلاد مثل استمرار السماح لعناصر ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابيا بالتحرك بأريحية وتنفيذ عمليات داخل الأراضي التركية انطلاقا من العراق بل وتذهب الحكومة أبعد من ذلك بدعمها غير المعلن لعناصر بيكاكا عن طريق ميليشيات الحشد حيث تتكفل الأخيرة بدفع رواتب عناصر بيكاكا وتوفير سبل الدعم لها وفقا لتقارير أمنية ورغم مطالبات أنقرة المستمرة لحكومات بغداد بطرد عناصر بيكاكا وتجريم نشاطاتهم يقابلها تعهدات حكومية بوضع حد نهائي لنشاطات بيكاكا شمالي العراق إلا أن الأخيرة لا تزال تنفذ عملياتها من مناطق مختلفة وهو ما يدفع تركيا لتنفيذ هجمات داخل الأراضي العراقية باستمرار معلنة أن أمنها القومي مهدد وأنها مضطرة للرد بالنسبة لإيران فإن اعتداءاتها تبدو أكثر حدة حيث هددت مؤخرا باجتياح عسكري لأراضي العراق بحجة وجود عناصر للمعارضة الإيرانية شمالي البلاد تهدد أمن طهران القومي وسبق لإيران أن قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع في محافظة أربيل وأسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون مستخدمة الحجج نفسها فيما تقف حكومة السوداني موقف المتفرج تجاه استمرار الاعتداءات الإيرانية الصارخة التي تمت إدانتها دوليا وفيما يخص موقف سلطات كردستان العراق فقد أعلن أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني أنه ليس أمام القوى الكردية الكثير من الخيارات لمنع الهجمات الإيرانية أو التركية وأقر بأنها لا تمتلك وسائل ردع كافية لمواجهة تلك الانتهاكات